جهات عدة قرأت في خفض إيران لوطيرة تحركاتها وانتشارها في سوريا دليلا على تراجع ميداني وعسكري واسع لكن صحيفة فينانشل تايمز رجحت أن التطورات هذه هي في الأغلب إعادة هيكلة طهران لحساباتها في تأهب لعاصفة سياسية عاصفة قد تحدثها تطورات في مناطق ومن مكونات لا طالما نظرت إليها إيران كقاعدة لنفوذها داخل طهران امتلأت الشوارع بمتظاهرين ضد الفساد والحكم السلطات قمعت المظاهرات لكنها مرشحة للخروج مرة جديدة ودون سابق إنذار وفق تقارير في لبنان حكومة شكلت بدور من حزب الله تشهد حراكا واسعا يشمل المكون الشيعي ضد الفساد الحكومي ومن يقدم الحماية له وفي العراق رئيس وزراء يحظى بقبول أمريكي وعدم ممانعة إيرانية أمام حكومته مهمة إرضاء شارع سائم من الطبقة السياسية ولا سيما هيمنة إيران عليها Financial Times تقول إن إيران قادرة على التعامل مع هذه التطورات لكنها خسرت سلاحها الأول قاسم سليماني لم تستطع إلى الآن إيجاد بديل قادر على استنساخ نفوذه العسكري والديبلوماسي ترجمة نانسي قنقر شكرا